أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها خزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسيا أن تميد بكم وبث فيها من كل لاب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فاغوني ماذا خلق الذين من دونه بل الوالمون في ضلال مبين ولقد آتينا نقمان الحكمتان اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهل وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تتعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكو في سخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لتيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واسبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشرك واغضل من صوتك إن أنكر الأسواد لصوت الحمير ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ضايرة وباطنا ومن الناس من يجالل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنذل الله قالوا بل نتبع ما وجدا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاكبة الأمور ومن كفر فلا يهذنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات السدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غنيظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله كن الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمله ومن بعده سزعة أبحر ما نفلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بسير ألم تر أن الله يونج الليل في النهار ويونج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه البادل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صفبال شكور وإذا غسيهم موج كالظلل دعوا الله واخرسين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتسل وما يجحلون بآياتنا إلا كل خطار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا تجزي واندوا بنعا ولا لي ولا مولون هو جاز أعوى فلدي شيئا إن وعل الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نمس ماذا تكسب غدا وما تدري نمس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أشتركوا في القناة